اخوتي اخواتي السلام عليكم انتمنى تكونوا بخير ويرزق قبر بيتي سير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة بلا منطول عليكم اندخلوا مباشرة في سر تفاصيل جريمات اليوم القضية اليوم سترجعنا لعام 2013 و ستدينا لواحد العمارة مهجورة هذه العمارة مهجورة في حتى من الاحياء الشعبية المدينة المراكش هذه العمارة كانت معروفة بين سكان الحي بعمارة المتشردين في مكانش مكان ولا شي متشرد ما عنده في نبات يجيبها في هذه العمارة هذه العمارة مكانش كيدوش نهار قبل ما ينوض فيها الصدع بين سكيريا وهذه هي الحاجة اللي مكانش عاجب الناس دي لها ذاك الحي من بين المتشردين اللي كانوا عايشين في هذه العمارة كان واحد السيد اسمته حسان هذا حسان مدة طويلة وهو عايش في هذه العمارة و يأتي متشردين اخرين والذين يمشي بحالهم و يأتي واحدين جداد و واحدين قدعب ولكن هو بحال داره هذي كان مدة طويلة وهو إنعز تم مياه في هذه البلاسة هذا السيد كان بليم بشرب وقع انهو ع البلية يديرها والله يفعل الجميع كل نهر كان يخرج يدور في الزناقي بشي يدبر على راسه و لا يرجع حتى النصصات الليلة واحد نهر في تاريخ 24 الشهر 5 مايه عام 2013 هذا حسان لا يرجع لك العمارة حتى ربعة ونص دي الصباح و حتى العمارة مهجورة لم يكن فيها الضوء هذا الشرش حسان كان يضوغ غير بواحد البل صغير عندما يخرج البيت وضوغ على مطلع لكي لا يحتمى بشكين عسالها هنا سيتفاجئ 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 لكي تجدها كلها محروقة و غير ضوغ على باقي القناة دي البيت سيتشوف واحد المنظر الذي سيجعله يعيش في الرهب و أريد أن يجعله واحد الخوف ما أمره سيتنسى لكي تغيبان له الجوتات مقطعين لهم الأطراف دياله و كل طرفين مليوح سيتفاجئ بكثرة من خلق المنظر أسحى من الشراب هذا الشرش يجري عند البوليس و أعلمهم بذلك الشرش البوليس الذين تشاهدوا في ريحة الشراب قالوا له لماذا تغير شبعته شراب غير عرقتيها و سكرتي و جتي بقيته يتخربق علينا هنا هذا الشرش يجري عندهم أنا أعرف ماذا نقول بذلك و عندما تقيقتوني يجريوا معي و تشوفوا بعينكم البوليس الذين رأيته مخلوع و لم يصير على هذا الدرس قرروا أن يجريوا معه يتأكدوا بنفسهم من ذلك الشراب و فعلا يجريوا مع البوليس و غير وصلوا إلى الدار و أخرجوا إلى البيت أين كان عس ثم سيجريوا مجزارة حقيقية ماذا سيجريوا؟ سيجريوا الجوتة مقطعين و محروقين كامل و قاعد ذلك الشراب الذي كان في البيت أحتى هو محروق و شيء آخر الذي أثرت انتباههم هو ذلك الحارق كان مازال جديد يلا عاد أتحرقوا هذه الجوتة العافية كانت لا تفات هنا البوليس مباشرة أعطوا الشرطة العلمية يأتي واحدهما التحقوا مباشرة بعيد المكان و بدأوا يديروا الخطبة كانوا يقلبوا على أي دليل أو البصمات التي يوصلوا بها المجرم و في نفس الوقت يحاولوا يتعرفوا على الهوية الضحايا و على حسب الملاحظات و الأبحاث المبدائية يتعرفوا كان باقي يبهن شوية المعلم وهذا الشيء هو اللي يجعلهم يتأكدوا بالضحايا كانوا بنات ماشي ولكن اليد دين كانوا حرقهم المجرم كان متعمد يحرق اليدين لكي لا يقدروا يرفعوا منهم البصمات كان عارف بأن البوليس لا يقدروا يرفعوا البصمات سيتعرفوا مباشرة عن الهوية لأنهم بنات و لكن في هذه الحالة لا يقدروا يرفعوا البصمات لأن الدين و خصوصا هذه البلايس محروقين المجرم محرك لهم حتى الوجه لكي يصعب البحث أكثر على البوليس المهم البوليس يجب أن يجعلهم آد تشريح آد طبي و يتسنون التقرير لكي يكونوا معلومات التي تستطيعون في البحث كان البوليس لحد الساعة لديهم مشتبه ما هو السيد اللي يبلغه و معلمه بعد الجريم ابدأوا معها التحقيق و قالوا له شوف عود لنا بالتفصيل أشنوقع ملو والحتلق قال لي محسن أنا عايش في ذلك العمارة المهجورة سنوات هذه و ديما كان خرج ندبر على راسي بالنهار وبالنهار ما عايش ما عايش وقت محدد لكي ندخل في العمارة الحساب حتى ندبر ندخل ندخل و ذلك النهار فعلا تعطلت ومدخلت احترار ربعة ونصة الصباح و طلعت نيشة البيت فين كالناس و من اللي ضويت بالبيل ديالي كانت تفاجئ بها محروقة في ذلك اللحظة لم أفهمته قلت لكي ندخل البيت و ذلك لماذا رجعت و ضويت كل شيء محروقة قال أنهم ضويت على قند البيت ثم لم يكن نرى الجوتة مقطعين في كل بلاسة قال لكي ندخلت مباشرة رجعت و قال لكي اتراج على العمارة لم يكن لك شيء غريب مثلا طموبيل ثم كان يزهق من العمارة و خارج قال لهم فعلا من اللي تراجع و ندخل لكي ندخل من الناس و لكن هذا جوز لكي نعرفهم و لم يكن معي و لكن لم يكن يتواجد و يتواجد في العمارة و من بعد يتواجد و غير هذا الصباح نتصادف معهم في الطريق و زادوا في حلاثهم مرة أخرى أتسابلهم و قالوا ما عرفك يسكنوا هذا قال قالوا حسن قالوا هذا الدراري لم يكن لديهم أصلا ما يعيشوا فيها يعني دراري متشردين كل مرة و فين كي يباتوا قالوا ما عرفتش فين يقدروا يكونوا هذا بل لأنه كل مرة ينعسوا من بعد البوليس محقوا معه هبطوه باش يبات عندهم تماما فتحت الحراسة النظارية يباتوا ربما يسحام الشطراب و يقولنا من اللي سحام الشطراب عاودوا و حقه معه مرة أخرى لماذا صباح الصباح؟ جاءوه بدونوا معه حقيق من جديد و أخي عاودوا معه نفس الأسئلة حسن شاد في نفس الهضراء يقول لهم مرة أخي تسكنين لقد قلت لكم ما أعرف و أعرف ما أعرف لأنه كان يخرج على فمي البوليس سعب معه بحث مزيان و قالوا من الصباح من يخرج حتى يرجع بالليل حسن سيضع حسن سيضع و قالوا بلايس و قالوا بلايس الذي يشري منهم الماكلة و الشراب قالوا بعدما تأكدوا و تأكدوا بين الناس حياة لا يوجد حسن في الصباح رغم أن تحرك من ذلك بلايس و أحترر بعض الصباح في ذلك اللحظة أتأكدوا 100% بأن هذا السيد لم يكن لديه علاقة بالجريمة لأنه لم يخرج من ذلك بلايس يحتر بعض الصباح و يقع تقبال لم يكن لديهم ولكن قبل أن يسافطوا تعاودوا و لا يقابلوا بلايس حسن سيؤكد لهم بلايس و لا يقابلوا بلايس و ليس بلايس بلايس و من غير عمارة و من غير ذلك البيت و هذه الجوتات غير البارح بالليل لذلك كانوا تماما يعني شحة جابهم و حرقهم تماما و احتلعها فيها كما شاهدوا و كانت يالله من بعد ما تأكدوا البوليس من الهضرة الحسن تطلبوا منه كيف يكونوا دراري الذين يشاهدون خارج من العمارة البارح فعلا أدام بلايس 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 أعتقلوا دراري و أدوهم معهم الكوميسارية لكي يدوزوا تحققوا ما الذي سألهم البوليس على الجوتات قالوا لهم نحن لم نعرف نواله على هذا الشركة و لكي يستفزوهم كثيرا قالوا لهم لماذا قتلتوا كل بنات و لماذا قدرتوا فيهم ذلك الحالة ما هي طبيعة العلاقة بينهم حتى قدرتوا لهم ذلك الحالة و تكرفزتوا عليهم ذلك الطريقة الوحشية هاتجوجدراري غير سمعوا هذا الهضرة أتخلعوا كثيرا و بقواوا يحلفوا للبوليس يقولوا والله لم نعدنا شيئا و نحن حدنا سكرنا ثمة و من بعد نحن رأينا لم نرى تجدوا أن الموليس قالوا لهم ماذا تجدوا في هذه الليلة ما هو البروغرام كامل في هذه الليلة من بعد ما سكرتم و هم يقولوا لهم فعلا كنا نحن في الهضرة و لكن نحن بقى نشربه غير تحزف لا يخرجنا الفوق و يلا تحزف لا يخرجنا الفوق نحن نحن نهائي و نحن نعرف الفوق فعلا ستمر في المكان فين قالوا لهم. وقرأوا فعلا وقرأوا الاشتراف ديالهم من يوحن وباقي الجداد. هنا البوليس سوف يدروا معهم نفس الحاجة اللي يدروا مع حاسا يسولوهم فين كانوا ذلك النهار من صباح تلعشي يعطوهم الخطوات ديالهم شنو داروا في مشاومة من تلاقوا حتى هادراري يعطوا البوليس البرنامج اليومي ديالهم كامل في ذلك النهار النار اللي وقعت فيه الجريمة. وباش يتأكدوا البوليس محضرتهم داروا بحث معمق باش يعرفوا واش هادراري كيقولوا الصراحة ولا لا. وفعلا عارفوا باللي هادراري ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. وحتى فاش كانوا كيحقوا معهم ما بينش ما بينش عليهم نهائيا انهم مخبينش حاجة ولانهم متوارطن بالصحفات الجريمة يعني كانوا ناس كيجاوبوا بشكل عادي. ودك الشياله تلقوهم يمشيوا بحالهم. علاش لانه ما عندهم حتى شيدالي لبطهم اللي يعطيهم الحق باش يبقوا شاد منهم ولكن قبل ما يتلقوهم سؤالهم واش من اللي كانوا قادسين تماما كيسكرو واش ما بينهم تشي واحد دخل ديك الدار ولا كان حدا ديك الدار ولا بانت لهم شي طموبيل كتدور تماما حتى شي حاجة. هنا يقولوا لهم حنا حدنا دخلنا ديك الدار مرة عشرة ديه الليل ومن اللي شربنا وسالينا خرجنا مع جوجونس من ديك الدار جوجونس الليل. وفي هذه المدة رمبالينا حتى شي حتى ما البوليس من بعد ما تلقوهم يمشيوا بحالهم لقوا راسهم قدام واحدة من اصعب الجرائم اللي يواجهوها الوقت هو كيدوز وهو ما باقي ما توصلوا تشي حاجة للهوية ديال الضحايا ولا المجرم اللي در فيهم هاد الحالة يعني باقي عندهم الغموط تا باقي ما لقاوش راس الخيط اللي يقدروا يبدو منه التحقيق باش يوصلوا للمجرم ولا المجرمين اللي دروا هاد المصيبة باقي ما عندهم كيدلو يحدوا الهوية ديال هاد البنات هاده 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 هوا صامت ولا وجه ديالهم معروف. المجرم كان متعمد بالصح بشي صعابة اليوم هذه القضية وهذا شيء اللي اخلاهم قدام واحدة من القضايا اللي كنت تعتبر مستحيلة باستعشرين يوم على القضية البوليس باقي ما قدروا يزيدوا تخل وفاة تحقيق هذا باقي ما قدروا يعرفوا حتى حاجة بخصوص هذه القضية وبقى الحال كما هو البوليس مازال كي بحتوف الجريمة ولكن بلا ناتجة احتى كي يأتي واحد منها غادة تمشي واحد المرة كان اسميتها هنية هاده هنية عندها 62 عام امشت عند البوليس كانت تشكى قلت ليهم انا بغيت ندكلاري بواحد البنت راسكنة عندي هنا البوليس سولوها شنو دارت لك هذا البنت شنو نوع الشيكي اللي بغيت تقيدي ضدها اللي بغيت تديري ضدها قلت ليهم انا مرأة عندي بزاف ديال ديور كنكريهم وعندي واحد دار فيها ثلاثة ديال طبيقات كلها مقسمة بيوت وكنكريهم على حساب البيت يعني البنات كي يكريوا بيت بيت باش يجيهم القادية ومن بين هذه البنات اللي سكنة عندي واحد البنت ترى ما خلصتني في الكرة الشهر اللي فات وقالت لي يا صبري حتى يجي الشهر وانا اعطيهم لك بجوج وها هو الشهر الثاني هوا قرر بيسالي وباقي ما خلصتني واصلا لم يبقى اشتبان قاد يعني هذه البنت غالبا اهربت لي بالكرة والصراحة ما عرفت من ديالما وانا اعطيهم لديك البوليس يقول لها هذه البنات اللي سكنة عندك لم يكن يخدموا ما هي الخدمة لهم هذه البنات اللي تكريلهم هذه البيوت يقول لهم انا فاش خداما ما عنده باش ينفعني وما سوقيش انا اللي يهمني هي في الاخر ديال الشهر الكريا ديالي يكون موجود يحطوها لفك الطاولة وثاني حاجة ما يديرو الصدر وما يوصخوش لي الصدر اما شي حاجة اخرى انا ما سوقيش فيها وقالوا لها ماذا هذه البنت كينات عندك في بيتها كينات عندك في بيتها كيف نعطيها ونشوفوا الحل اللي يديرو معاك ونواجهها معاك ونلقوا شي حل هي تقول لهم هذه البنت هادرة خمسة يام ولا ستة يام وهي غابرة وفيما كمشي عندها البيت كنضق عليها كالعيام ونضق ما كتجاوبني وحتى الجيران يقولك ماشي في نهار من اللي سوقيها تانية البنات اللي سكنة معها يقولك هذه البنت هادرة لها مكينة هذه كثير من خمسة يام ولا ستة يام بانش لنا هنا أرجع وقالوا لها ما اسمتها البنت وماذا عندك فوتوكوبية للكارت ديالها لانا ضروري يجب أن تجعل فوتوكوبية للكارت ديالها مدام ما عندها الشعق للكارت جاوبتهم هادرة اللي سأسمتها الى واندي فوتوكوبية للكارت ديالها وانا بغيته انا مستطيعها فقالت لهم موجودة عندي فوتوكوبية للكارت وفعلا مدام ما تكون شباهينة بزيئة ولكن العميدة ديال الموليس كان معروف بدقاء الملاحظة فهي شد الفوتوكوبية للكارت وبدأك يحقق فيه بزيئة فوتوكوبية للكارت ديالها غير شباه كبير ما بينها وما بين هذك البنت اللي كان النص ديال وجه ديالها محروق فهذه اللحظة عيقول لهذه المرأة بللي رأى عندنا جوج ديال جتت مجهولة لهوية وطلبهم منها قالوا يلاحيانا معانا المستودع على الأموات لن ترى ماذا تستطيع التعرف على هذه البنت التي نصدها محروق البوليس كانوا يشاكل بأن هذه البنت هي إلهام التي كانت عندها دهنية قلت لي لم تخلصتها الشهرين تجاوبهم هنا و تقول لهم اياها سيدين لمشي معكم لماذا الله؟ فأجدوا هذه المستوى عن الأموات و ماذا بدأوا لها الجود تهدي لك البنت؟ هنا السيدة غير شافتها بدأت تكتبك وتغوض قلت لهم إيحد هذه هي إلهام التي كانت عندها و روخوا جهام محروق و قلت لهم إلهام البوليس أرجعوا سولوها و قالوا لي هل تتأكد من هذه النظر اللي كانت تقول لي؟ او غير شابهت لك؟ قلت لهم اياها سيدين أنا البنت لا تخفى عليها نهائيا أنا متأكد مياه في المياه بأن هذه هي إلهام التي كانت عندها البيت هنا البوليس أخيرا قلت لهم واحد رأس ديال الخيط قلت لهم باصيس ديال الأمل و عارفوا منين سيكون بدأوا البحث ديالهم دبارهم تعرفوا أنها هي الوحدة من هذه الضحايا من بعد أن السيدة تعرفت على إلهام البوليس سيأخذوا إيد من النيابة العامة لكي يقلبوا البيت لها اللي كانت البيت و فعلاً غير توصلوا بأمر من النيابة العامة سيفرعوا الباب ديال البيت و فاشدوا و بدأوا يقلبوا فيه سيلاحظوا أن كان الحوايج اللي كان في ذلك البيت يبقوا يقلبوا فيه و يعرفوا ما كان سيتأكدوا بأن هذا البنت من بنات الليل هذا البنت لديها ملابس فاضحة لديها بزيف ديال الماكياج معي و شحوايج بلا ما نذكروهم احترام المستمعين حاولوا يلقوا التليفون ديال الإلهام ولكن مع الأسف ما كانت تليفون ديال لا يلقوا التليفون كون كان كان يقدر يعاونهم بزاف القادية هذا من خلال التليفون كان يغادي يعرفوا معامل كتواصل في هذه المدة الأخرى من بعد مثلا و تفتيش ديال البيت سيبدأ و يستجوبوا في البنات اللي ساكنين معها سيقول لهم ماذا تعرفوا على هذه البنت و ماذا لحتوا عليها شيء غريب في هذه الأيام الأخرى هذه البنات قالوا ليهم نحن الصراحة علاقتنا محدودة علاقتنا استحية معها ولكن الحاجة اللي لاحظناها هو أنها إلهم كتظن نهار كام الناسة و كتخرج غير في النصاصات و ما كناش عارفين هفاش كتخدم ولكن الحاجة اللي كتدخل الشكل هو اللبس ديالها اللي كانت تلبسه كانت تلبس غير معيقين غير المينيات و هذا ما معيق و هذا ما مفضوح و كانت تدير واحد ماكياج بشي شكل سؤالهم و قالوا لهم ماذا إلهم كانت تطلع معها الرجال البيت و لا لا الجديران قالوا للبوليس اللي احنا ما عمرناش فينها كانت تدخل معها شي واحد كانت موقرة الصراحة هذا البلازة و احنا وخا ما توقرناش احنا مستحين نسمحوا بهذا الشيء ما يمكنش نقبلوا بهذا الشيء عندنا في الحومة احنا بنت عائلة و كان خافوا على الصمعة ديالنا و في نفس الوقت رأى ما نكتبوش عليها إلهم ما عمرها حاول تدخل معيش يا رجلتا ما عمرها وصلت لا توقعت الباب ديالتا عاودوا سؤالهم ماذا هذه إلهم؟ عندها شي صحابات ولا ما عندهش و ماذا عندها شي حد يأتي عندها الدار يكون من العائلة ديالها ولا لا هنا قالوا لهم إلهم عندها جوش ديال الصحابات و ديما كانوا يأتيوا عندها و ما كانوا يتفرقوا معها هنا البوليس اعطوا حتمال باللي وحدة من صحاباتها ستكون هي هذي اللي لقوها معها مقتولة عاودوا سؤالهم امتى آخر مرة شفتوا فيها إلها؟ قالوا لهم آخر مرة شفناها رح يستيام دا من تماما ولا نشفناها ما بقاش باللي هالآتار نهائيا من بعد ما سألوا استجواب ديال البنت هاي بداوا يستجوابوا في الجيران ولكن قاع الجيران قالوا لهم احنا ما كنعرفوه وينو عن هذه البنت ولكن واحد تجارة اللي الشرجب ديالها مقابل مع الباب ديال الطاب قاتليهم قاتليهم هاد البنت ديما في نص ديال الليل كتطلع في الطو موبيلات كيوقفوا له هالطو موبيلات وكيديوها وكل نهار تهزها طو موبيل تحطها طو موبيل في ديك الفطرة معي خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي هالتقرير اش كيقول كيقول بلي هالجوجبنات قبل ما يتقتلوا كانوا في علاقة رضائية يعني بخطرهم يعني ما كانش الاغتصاب والمفاجأة كانت ان هالجوجبنات تقتلوا وتقطعوا باربعة وعشرين ساعة قبل ما يتحرقوا يعني مثلا تقتلوا اليوم يتحرقوا وتلغدوا له القادية غادة وكتصعبوا غادة وكتكبر والوقت يدوز والبوليس تزاد عليهم الضغط هذه جريمة مهاشية عادي جريمة مضوبلة هالقتيلة هالحركة مجزرة حقيقية المهم البوليس هزوا واحد تصويرها شخصية ديالالهام كانوا القواف بيتها وحيث عارفوا طبيعة خدمة ديالالهام كانت تصوير طرف ديالالخبز قرروا يقلبوا في قاع الكباريات ديالالمدينة مراكشة باش يشوفوا واش غادي يتعرف على شيء واحد ولا لا ولكن بدون نتيجة بطبيعة الحال المهمة كانت صعيبة ما كانت سهلة واش حال قدهم يقلبوا في الكباريات واش حال ديالالكباريات وخاهاكاك أهالبوليس ما ستسلموش وما فقدواش الامن نهائي قلقوا ان يقلبوا حتى الواحد ديالالهام وواحد دينا كباريات واري ويقول كثيرتها الحارس ديالالامن اللي تمها ذلك الفيديو اللي يكون تمها عايقون لهم ماذا ذا البين تكون عارفها مزيان هذا بنت اسميتها إلها ودهما ركا تكون عندنا كتحييتش منها ديما كنتصار هنا هيا واحد صاحبتها هنا قلوا له واش هاد صاحبتها كتعرفها؟ قالوا يوم صاحبتها اللي كتكون ديما معها سميتها ناول إذا أردت أن تدخلوا إلى الداخل، سأخبركم صاحبة هذه الناول التي تكون مع الخرق وهي هي التي قدرت أن تنفعكم كثيراً فإن فعلاً، سأخبرهم صاحبة الناول هنا البوليس مباشرة، ومشوا عندها، ندعوها معهم على الكوميسارية فإن تدعوها مع هذه الحقيقة؟ أخبروا هذه الصورة لها، غير شاهدتها، قالت لهم هذه البنت كان أعرفها مزيداً ماذا تكون هذه؟ هذه هي الهام صاحبة صاحبة الناول ولكن هذه الستيام، لكي لا تبقى لها الأعطار نهائياً لا هي، ولا صاحبة الناول ونبراطي رأيت ما نعيط لهم، وعيت ما نقلب عليهم، ولكن هو والو دائما كان لقى التليفون التي تبجوش ديالهم طافياً ثم، فين قالوا لها البوليس؟ صاحبة الناول، وإلهام؟ وجدناهم مقتولين بطريقة خيبة بزر مقتولين بطريقة وحشية وإذا لديك شيء معلومة تقدر تنفعنا بها، قوليها رأي المعلومة تبالك أنت صغيرة مرة، لم تنفعنا ولكن رأي تقدر تنفعنا من اللي سمعت البنت هذه الخبار تتخليعتي بزرع وقالت لهم، أنا أقول لكم، قاعدك شيء لك أنا أعرف قلت لهم، أولا صاحبتي، هذه سنين طويلة وأنا مصاحبة معها وهي اللي عرفتني بإلهام ومن بعد ما تعرفنا، أقول لنا سحبات الروح بالروح وما بقينش كانت تفارقوا قاع واللي نديمة كانت تسهروا مع مضياتنا وأنتو ما راكم عارفوا الخدمة ديانا، الله يعفو للجميع نحن نرى ما نحن نضبره على طرف الخوز والحلال ولكن هذا الشيء يبقى غير حضراء حضراء ومبرراته خلاص حيث هذا النوع يستسهل الأمور وما فيهم يضرب تمالها، ما فيها طيب الحرشة ما فيها مدفق بكريمة، ما فيها ما فيها استسهلتها الطريقة هذه الحرام وما عارفوش بأن الحرام النهاية ديانا ديما تكون أضلام، تكون كحلام لكي نقول الله، هذه الجميع قلت لهم في ذلك النهار، فأش غادي يغبروا البنات كان لهم جميعا، وكان يسمى يونس تفق مع إلهام لكي تأتي معه وفي أول إذا كان صاحبتها المقربة، لا يستسهل معها هذه يونس ستعرفهم جيدا ومشي أول مرة يأتي معنا من بعد مثاله مع التحقيق تطلبوا منها لكي تأتيهم في ساكنة ناوال وفي أول إذا كانت عائشة في بيت مع البنات، بيت كيكري وبيت واحد البوليس سيطلقون نفس الشيء سيطلقون بعد أمر من نيابة العامة سيطلقون بفرع الباب للبيت، ولكن لكي تطلقون في بيت إلهام نفس الدوزان الخضراء كانت كل شيء في البيت تطلقون أنها بنت من البنات الليل، البوليس سيطلقوا هذه البنات على ناوال يقولون لهم من نفس الهضراء التي تقالت على إلهام قالوا لهم هذه 6 أيام البوليس تأكدوا 100% بالضحية الثانية ستكون هي ناوال البوليس أعطت القديق الساعة صاحبة ناوال وقالوا لها إذا رأيت يونس في الكبارة حاول تعيط علينا أبل ما يهق فعلاً الغد له صاحبة ناوال تعيط لهم وقالوا لهم راهيون سكين دابة في الكبارة في البلاسة البوليس أعطت قواليه القبض جابوه معهم المركز الأم مباشرة بدأوا مع التحقيقات يقولوا له ما هي طبيعة العلاقة التي تبينك وبين إلهام؟ ما هي طبيعة العلاقة التي تبينك وبين ناوال؟ وإمتى أخر مرة أشاهدتهم فيها؟ قالوا أن أخر مرة أشاهدتهم فيها سيستيام دابة وطبيعة العلاقة التي تجمعني بإلهام كانت علاقة غير شرعية أما ناوال فهي غير جابتهمها أنا لم أكن أعرفها هنا فهيغمون سأروحون وأضعون فوتوكوبيت لكارت وأدعونه قابلوا له كيف هي البنت التي تتبينها؟ كيف أخذك الفوتوكوبية لكارت لكي يقاب ساعده ومن بعد أن أخذها أتمنى انهم قالوا لهم هي هذه البنت التي تتبينها قالوا له يقول لنا ما حدث قد وقع؟ قالوا انني نهزيت هذه البننة من الكبارة خرجنا قليلا بالأم قمت بإذن العشرة ومص ديال الليل قمت بإذن الضار، انشطنا شوية، شربنا شوية، أو من بعد أهبط شديت لهم الطاكسي أهبط شديت لهم الطاكسي، ورجعت طلعت العسل بحالي في الطاكسي، وإذا أردت النمرة الطاكسي، رأي ما زال عندي من بعد ما عمقوا مع أهل البحث، من بعد ما فتشوا الطاكسي بطبيعة الحال، سيتأكدوا أن السيد لا يوجد أي شيء على قبهة الجاربة، نهائيا ولكن أخاها، خلوا عندهم تحت الحراسة النظرية، وخذوا من عنده النمرة الطاكسي، وبدأوا يقلبوا عليه أحتى القاوة من بعد ما لقاوة، جابوه لعندهم الكوميسارية، وصولوا على البنات قل ليهم، ما حلقة ننعقل على وجوه الناس اللي كان هززهم في الليل؟ أراه كل نهار كان هزز العشرات ديالناس، وبالزاب ديال البنات فيهم ديك اللحظة، قلبوا ليسا عطاوها المواصفة ديالها جوج بنات، وغير عطاوها التوقيت فشهزهم، تم موطاكسي تفكرهم، إننا طويل البلاسة والتوقيت، بلاسة اللي هززهم منها فشهزهم، قل لهم فعلا هزيت جوج بنات، ووصلتهم الوحد كباري البوليس، هذا يمشيوا الوضاك الكباري، كباري اللي قال لهم عليه هاد موطاكسي، بشيتأكدوا ماله هاد ردياله واش صحيحة فعلاً حراس الأمن سيؤكدوا له هذا الملتاكسي. قالوا البوليس فعلاً جوجبنات وصل لهم هذا الملتاكسي. ومن اللي دخلوا صهروا شوية ومشوا مع واحد الراجل معروف هنا يا أولى باسة له. ما كان هذا الراجل؟ هذا الراجل يقول له الحاج. البوليس قالوا له ما سيأتي يدير شيء هنا في هذا الكباري. الحجاج وما يكون هنا؟ وما كان هذا الحاج عاوثاني؟ الحراس قالوا لهم إلا بيتوا تعرفوا دخلوا عن الشجيرون دي الكباري وهو يقدر ينفع ويعود لكم ذلك الكباري. من اللي دخلوا عند الشجيرون سؤولوا على ما كان هذا الحاج هذا. قالوا ما هذا الحاج؟ اسمته الحاج محمد. وراجل اللعباس عليه وعندهم ملاك كثيرة. ورأة وخام جوجه وعنده وليداته وليك مبلي بالفساد اللعف عليه. قالوا له البوليس ما لديك عنوان؟ ما هي نمرة هذه التي تقدر توصل لها تسيد؟ قالوا ايه. النمرة اللعباس عندي. خضوا من عندهم النمرة وعيطوا للحاج تصلوا به. من اللي جا عندهم؟ ألقوا فعلها الراجل كبير في العمار. دخل عندهم لابس واحد جلابة وبلايغة. ولكن كان طابق عليه المثل ديال الفقير اللي تسني نباركت ودخل للجامع ببلغته. بدأوا مع التحقيل. والرواة التصور ديال الهام ونوع. من اللي شافهم؟ قال لي هم هات جوج بنات؟ انا اصلاً ما عمريش بتهم. هات البنات ما كان عارفهمش نهائياً. البوليس غير شافوها بدأ معهم بالكدوب؟ عارفوه هو ملفعلة. عارفوه هو صاحب دعوتهم. قالوا له شوفوا. احنا عدنا الشهود يقولوا بالانتهزتي هات جوج بنات ما الكباري مع الجوج ونص ديال الليل. الحاج بقى مصير على الهضرات ديالو. ويقول لهم انا رأينا اقدرت معكم. مراكد لكم. هات البنات هاتو بجوج ما كان نعرفهمش. البوليس كان عندهم الدليل القاطع الذي يكذب لهات البنات هاتو. شنا هو؟ هو التسجيلات الكاميرات المراقبة التي سجلوه من اللي يركبوا معها في هات البنات هاتو. من بعد ما وروا التسجيلات واجهوا بهذا الشيء وضغطوا عليهم زيان السيد في الانخر غادي عارف. ويقولون فعلا انا جوج بنات كان احرفهم. قالوا يومان الله يعفو علي مبلي بالفساد. جوج بنات ديتهم معي الفيلا. صهرنا وانشطنا بزيان. فهم اللي بغوا يمشيوا بحالهم. لقيت شي فلوس كتديرهم هنا في المجرى. اما كاينة. اعرفت بانه ما شفروني. اتأكدت بلي وحدة من ذلك البنات هي اللي ازيتهم. وش كون هات البنت معتكونها الهام حيث هي الوحيدة اللي دخلت معي لديك البيت اللي اللي فيه الفلوس اللي فيه المجر. ومن اللي اتهمتهم بالسارقة ضربوها بنكرة. نكروا بجوج بهم وفاش بغيت نقلب الساك ديال الهام. ما بغاش تخلينا نقلبوها. وتما في الناط صداع وناط صداع كبير بناتنا. امورها بغوا يتحموا عليها بغوا يسلخوني بالعمود. وبدأوا يضربوا فيها. كي ندفع على راسي ازيت واحد الفاز كبير كنتم وضربت بها الهام للراس. مباشرة طاحت مفرشقة على راسها. وفاش ناول شفت صاحبتها طاحت ونأتي تحجم عليها. اتضربني. وذلك ساعة دفعتها وراسها ما يشغير على واحد درجة. جاء الدرجة المفضل. من اللي بديت كنقلبهم وانقيتهم بجوج ميت. لك ساعة تخلعت بزاد. كان خسني ضاروري نخرج بجوجة من الفيلة ديالي. وذلك ساعة قررت انني نقطعهم طرف. وكل طرف درتهم في ميكا. وخليتهم حسن لغد لي. وبالليل هزيتهم في طم وبينتي. وبقيت كنضور حتى بنت لي واحد العمارة. عمارة اللي كانت مهجورة خاوية. لحتهم فيها. احركتهم باش ميتعرفوش عن الملمح ديالهم. حركت البصمات ديالهم وهربت. لكن البوليس ما ما قادش تقول له مادل هدرا في راسهم. قالوا ما يمكنش. راجل كبير في السن ديالهم هل هل بحال هكا. يدير هاد شي كامل. يقطع جوج بنات. يقتلهم اولا ما راح يقطعهم ويلوحهم غير بوحدهم. وذاك شي علاش غادي يضغطوا عليهم زيان. ضغطوا عليه. شكل شوية شد فيه من هذا لهذا. احتع تعرف لهم بكل شي. قالوا في ذاك الليلة ما كتشغل ببحدي. كتانا وخوي. تاخو شريك معاه في الجريمة. واخوه هو اللي قطع البنات. قطعهم ودارهم في الطموبي. وهنا مباشرة مشاول البوليس اعتقلوا الاخ ديالهم. من بعد الاعترافات ديالهم بجوجة البوليس مشاول الفيلة ديال الحاج. وفعلا تأكدوا باللي هي مصرح الجريمة. لقوا فيها ادوات باش تقطع الجوتات. ولقوا فيها حتى يبقوا قاعد يلد. الحاج واخوه يمكن قالوا حيتحرقوا الجوتات صافرة. متخلصوا من جميع الأدلة. ولكن نساوب اللي الروح عزيزة عند الله. وحقها مع مريضة. وما كان جريمة كاملة. من بعد ما حولوا الميلف ديالهم المحكمة. ما حكم اليوم القاضي بالمؤبد. صراحة الفقر صعيب بزر. ولكن الحرام ما عمره كان حل. طريقة الحلال وخاق عصح. وفيهم جهود كبير. ولكن الاخر دياله نور. طريقة الحرام ساهل. ولكن الاخر دياله ضلال. لا في الدنيا ولا في الاخر. الله يعفو الجميع. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ديال اليوم. يلا نشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. وإلى يعجبكم الفيديو. بطبيعة الحال ما تتبخلوش علينا بدعمكم القناة. وقبل ما نختموه. ضروري نسمعكم الدعيوة ديال الخير اللي ولفناها في هذه القناة. الله يكتب علينا ما كاتب الخير. والله يخرجنا من ظهر لعيب لعيب. والله يرزقنا حسن الخاتمة. والله يجعل اخرنا حسن من اولنا. ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم. خوتي اخواتي. دوزوا بخير. ونتلقوا قد ان شاء الله في نفس الموعد. تهلا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.